بداية لم يتخذ قرار جديد بوضع عقوبات على المسيارات أو الصواريخ الإيرانية إنما ارتكز الأوروبيون على قرار قديم تخذ قبل عدة أشهر ضد إيران طبعا ولكن بتبرير التعاون بين إيران وروسيا في مجال المسيارات هذا القرار الذي اتخذ قبل عدة أشهر أضيف اليوم إليه الصواريخ إن كان ستزود إيران بهذه الصواريخ روسيا أم القوى الأخرى في منطقة الشرق الأوسط جغرافيا توسعت العقوبات الأوروبية من المنطقة الروسية الأوكرانية إلى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر وبات كل اليوم بحسب القرار الذي تخذ وحسب مقالة جوزيف بوريل قبل خليل بأن كل الشركات التي قد تتعاون مع إيران كانت أوروبية تحديدا وغير أوروبية ستتعاون مع إيران ولسيما في قطع التي تستخدم في بناء الصواريخ أو في إنشاء الصواريخ والمسيارات ستكون عرضة للعقوبات الأوروبية إذن هذا هو القرار ارتكز إلى قرار سابق ولم يكن هناك قرار جديد ماذا يعني هذا على أرض الواقع؟ لا يعني شيء بصراحة وبشكل مباشر لا يعني شيء لماذا؟ لسببين السبب الأول هو أن إيران تخضع أساسا لعقوبات على المسيارات التي تصنعها في إيران وذلك منذ عدة أشهر كما ذكرت قبل قليل نتيجة للقرار الذي تخذ بسبب التعاون بين روسيا وإيران والمسألة الثانية بأن إيران لا تشتري قطع لطائراتها المسيرة ولا لصواريخها من دول الاتحاد الأوروبي ولا يوجد هناك تعاون بين الشركات الأوروبية وإيران في المجال العسكري إذن هذا قرار سياسي يحتاج لتطبيقه لمجموعة من المرجعيات وقرار لدى المرجعيات القانونية ولكن هذا قرار سياسي لن يكون له الكثير من التداعيات على أرض الواقع على مستوى القدرات الإيرانية في تصنيع المسيرات أو الصواريخ